مرحبا بكم أصدقائي ما ترجمت إعلان مسلسل الأسيرة وفي بداية الإعلان ويبدو على أن حيرة علمت بأن أرهون قد خرج من السجن وعندما علمت كسرت الكأس وبعد ذلك كان أحد رجال أرهون يخبر أرهون بأن حيرة لقد وجدوها في مكان وبعد ذلك كان ذاك الرجل الشخصي الجديد يقول حيرة إنه ما زال يبحث عنك وعلينا أن نكون حاضرين هذه الطفلة طفلتنا وأعطاها الختم لكي تلبسه وبعدما علم أرهون بمكان حيرة أتى إلى باب المنزل وكانت كرة الطفلة كانت حول قدميه وأتت حيرة لكي تجلب الكرة وكانت تقول لها أنا سوف أجلبها لكي وشاهدت أرهون أمامها ثم قالت له أنت أخرج من هنا وتفاجأ أرهون وقال لها أنت لقد تزوجتي وبعد ذلك شاهدنا الطفلة كانت تسأل حيرة وتقول لها أمي من كان ذاك العم؟ كانت حيرة سوف تخبرها بشيء ثم قطاها ذاك الرجل وقال لها لا أحد ولن يعود إلى هنا مرة أخرى يبنتي وأتى أرهون إلى المنزل وكان يكسر ويصرخ وهو غاضب جدا ويقول كل هذا بسببي وبعد ذلك التقى أرهون بحيرة مجددا وكان يتحدث معها ويقولها أنا ذاهب لن ننتقي مرة أخرى قالت له أنت ذهبت أساسا وكان هذا هو الفيديو ترجمة الإعلان وانتظروا ترجمة الحلقة وشكرا لكم